جولة على الصحف الصدر الصباح اليوم عنا وينا وكل التفاصيل اللي برد الداخل سياسيا محليا إقليميا ودوليا نبدأ مع صحيفة الأخبار نقلة نوعية في العمليات الجوية نعم وأيضا شو درون أنصار الله تصل إلى الرياض وصلت الدرون لعندن دمشق مستعدون لاستقبال كل النازحين اليوم الحريري يحتجز الصادرات اللبنانية وبالصورة الفضيحة مستشفيات وأسرة وهمية هذا الموضوع عن الوزير حزباني بوزارة الصحة خلينا نذكر هون أنه الإخبارية السورية أوردت قبل شوي عن انتهاء عملية إجلال سكال بلدتين كفرعة والفوع كفرعة والفوع منتبع مع الصحف الصادرة الصباح هذا اليوم إلى الأنوار بر يهدد بإجراءات نيابية بعد أسبوع إذا استمرت الأزمة الوزارية مدخل الكوستا برافا يحمل الحكم القضائي على المطمر وأيضا غرق زورق مطاطي يحمل 147 مهاجرا قرب قبرص وقصف عنيف وغرات على مناطق درعة وحملة اعتقالات ضد المحتجين بالعراق أما بالجمهورية التأليف على جمر التوترات السياسية وحديث بسلة الجمهورية صبرنا بدأ ينفذ الشرق عنوانات المفتدريان الحريري ضمانة لبنان الرئيس المكلف لا ينتظر طويلا نعم للمطالب لا للشروط وأيضا ستريدة جعجع الخلاف مع تيار الوطني عائلي رياشي لوقف ملاحقة الإعلام بخلفية إحالات هيئة الإشراف وبرل ريتشارد نحضر لتشريع الحشيشة موقف الوزير رياشي مهم بهذا الموضوع عن جد حماية للإعلام خاصة أنه ما كان فيه معايير واضحة للتفريق بين الإعلان الانتخابي والإعلام الانتخابي فإن شاء الله هيك بيشيلوا إيدهم عن الإعلام ويتركوها ضمن الحريات العامة تحية للوزير رياشي لأنه عم يعمل كثير بالإعلام إنما أحد عم يرد مع الأسف يعني ليرات عنده سلطة أكبر من هيك ده كان حدد كل هذه الموضوع أكد هو بالنهاية إعلامة وينطلق من هذا وبيعرف شو فيها المهنة والصورة التي أعرضناها قبل شوية لبنان بعد تشريع الحشيشة بالشرق كثير مبسوطين فيها بالصفحة الأولى نعم تحطيتها من دون تعليقية حطت صفحة أولى نروح لصحيفة المستقبل العنوان بقول متأكد من حتمية الوصول إلى صيغة توفقية والدستور هو الحد الفاصل في مقاربة الصلاحيات الحريرة للمستقبل علاقة بعون فوق المزايدات نتابع روسيا تنشئ في سوريا مراكز للأستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في البناء البناء عنوانة بدأ إجلاء محاصري كفرية والفوعة وقصد تستعد للتفاوض مع الحكومة السورية هنا البناء أنه بدأ إجلاء مبارحة مثل ما قالت أوردت أنه خلصت عملية الإجلاء موسكو الوجود الإيراني في سوريا شرعي وتطبيق الكامل لفك الاجتباك كافا توافق رئاسي على مهلة لنهاية الشهر لولادة الحكومة قبل الإقرار بوجود أزمة حكم بالنهاية الرئيس الحريرة اليوم مسافر على مدريد من بعد رايع لندن يعني راح تلقى أوائل شهر رئيب لا أسبوع جيب بعد عنا أسبوع بيكون من تموذ طي يحكوا يعملوا مدرشون الآن بيكونوا حاكيين إن شاء الله خير نروح للكاريكاتور في مشكلة ما فينا نقريون في مشكلة مع الأسف كانوا العنوين كاريكاتور لا العنوين بس الأساسي شو كان كاريكاتور اليوم هايدي كاريكاتور اليوم أنتوان غانم للجمهورية التشكيل والتشكيك يعني كمان نفس الإطار بعضهم من البارئ بس بغير رسمي بصحيفة الشرق كثرة المطالبة بتشريع زراعة الحشيشة شو رأيك؟ زياد الرحباني بيقول له شو رأيك؟ بدك تروح على عنوين الأساسي عنوين النهار من 68 50 سنة لورا 1968 شو كان؟ ناجي طالب علم في شو هاي؟ علم في بيروت بتأليف ناجي طالب علم في بيروت بتأليف ما بعرف ريا هاي تلنش مش هقلبي بتطلوع منزول ناجي طالب علم في بيروت أو علم في بيروت بتأليف الحكومة العراقية لولب الإنقلاب عبد الرزاء النايف رئيسا للوزراء السفير في بيروت وزيرا للخارجية والملحق العسكري قائدا للفرقة الخامسة مصادرة أملاك 26 بينهم طهر يحيى والجادر وشنشل وحازم جواد عم نحكي عن الإنقلاب اللي صار بالعراق من خمسين سنة أنه ما توقع عارفة قريونها ودي مثلا عم تعمل فحص نفهمت فيها تقول ناجي طالبة فيك تقول ناجي طالب فيك تقول يعني لا في حركة ولا في طلوع ولا في زور ترجمة نانسي قنقر